بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة معكم مسنسرين إسماعيل لو عايز حل تدريبات الوحدات السابقة اضغط في أعلى الصفحة على قوائم التشغيل واختار الصف الخامس الابتدائي هتنزل لك كل حل تدريبات كتاب بيت باي بيت السابقة يلا حضروا كتاب البيت بيت بتاعكم وحيلوا معي التدريبات النهاردة إن شاء الله معدنا مع حل تدريبات الوحدة الأخيرة يونت 12 الوحدة الاثناشر قات سكول قات سكول يعني في المدرسة دي آخر واحدة عندنا في الترمي ده تدريبات الدرس الأول بيت جو 159 صفحة 159 أول سؤال عندي استمع وإيه وأكمل كريم بيقول لي ليلي إيه إيه مادتك الدراسية المفضلة فقالت أنا بحب الرياضيات هي مادتي المفضلة فبعد كده قالها Excuse me معزرة A is the library Where is the library أين المكتبة فليلة قالت It is a from the music room يعني إنها على الجانب الآخر من حجرة الموسيقى across from نكتب across كريم قال Is it next to the a room هل هي بجوار حجرة الرس are true فليلة قالت يا ستيز نعم هي بجوار غرفة ايه؟ غرفة الرسم number two circle the old word حط ده رحملين كلمة مختلفة and replace it واستبدلها with a correct one واحدة صحيحة number one football كرة القدم tennis لعبة التنس friend صديق وفوليبول كرة طايرة كلهم ألعاب رياضية معادة friend ممكن أكتب basketball كرة السلة number two English لغة انجليزية art rest mass رياضيات و sing يغني كلهم مواد دراسية معادة sing ممكن نكتب music music number three music music جيد great عظيم و perfect مثالي أو رائع كلهم صفات معادة كلمة music وممكن نكتب أي صفة نكتب مثلا طول طويل نيرس ممردة idea فكرة singer مغني بنت الرسام كلهم موظايف معادة idea ممكن أكتب دكتور طبيب number five school مدرسة museum مدحف بارقة حديقة عنا و subject يعني مادة دراسية كلهم أماكن معادة subject مادة دراسية ممكن أكتب أي مكان مثلا اكتب bank ألبنا الصفحة صفحة 160 أول السؤال عندي فيها number three fill in the gaps using words in the a box يعني من الفقرة دي باستخدام الكلمات الجوه الصندوق ده well يعني حسنا together practice practice يتدرب playing يلعب أو يعزف و عندي هنا idea فكرة the children الأطفال are at the music room في غرفة الموسيقى shady loves the music shady بيحب ايه يعزف موسيقى يبقى playing music يبقى d number one heba can't sing very ما بتعرفش تغني heba will بشكل جيد number two will but shady لكن shady think is بيعتقد she is a good singer انها مغنية ايه جيدة heba needs ايه heba محتاجة تدريب محتاجة practice number three practice but هنا heba and shady are going to practice هما الاتنين بقى هتدربوا معا together number four سؤال الترتيب number one فيه practice perfect يعني التدريب يؤدي الى التقون هنرتبها بقى mix perfect number two practice they enough don't يعني هما مش بيتدربوا بشكل كافي يبنقول they don't ايه practice enough practice enough number three playing I love music انا بحب اعزف موسيقى يبقى I love playing music احنا قلنا كلمة play بتيجي بمعنى يعزف وبتيجي بمعنى يلعب وفي سنة ساتة ان شاء الله هناخدها بتيجي بمعنى مصرحية يبقى نقول ايه انا بحب اعزف موسيقى I love playing music I love playing music number four play very well you انت بتعزف بشكل جيد يبقى you play very well number five a idea that's great يعني انها فكرة ايه عظيمة يبقى that's a great idea that's a great idea number six favorite your what subject is ما مدتك الدراسية المفضلة يبقى what is your favorite subject what is your favorite subject احط ايه كويتش الماركز ما هو حاط طيب بعد كده number five سؤال ايه البنكتويت ده علامات الترقيم that's great ايه دي حاجة عظيمة يعني يبقى that اول حرف capital و that's في وفي الاخر نقطة فصل عليا اه جبقى تي والفصل عليا والنقطة في الامتحان طبعا انا بكتب الجملة بعد ما غيرت ايه number two did you make it دينا هل صنعت ذلك يا دينا did او الحرف capital ومعمولة دي دينا هنا منادة فهنحط قبليه كومة فصلة ودينا ويه which am mark علامة استفاد listen to الدرس التاني page 161 صفحة 161 بيتكلم على jobs عن الوظائف what does he او she do يعني ماذا يفعل او تفعل كل وظيفة كل وظيفة وايه بيعمل او بالضبط في الوظيفة دي طبيب بيتري بيعمل ايه بيت طبيب البيتري بيساعد الحيوانات helping animals الموسيقار musician بيعمل ايه الموسيقار blaze the violin بيعزف عليك كمان جاء كمان مهندسة engineer بتعمل ايه الانجينير بتبني الاشياء building things مبرمج الكمبيوتر computer programmer بتعمل ايه تبرمج اجهز الكمبيوتر يعني programs computers ممرضة nurse بتعمل ايه الممرضة ها takes care of people بتعتني بالناس الارتست الفنان او الرسام بيعمل ايه draws بيرسم exercises listen to تدريبات الدرس التاني page 165 صفحة 165 اول حاجة عندي هنحط دارة حاولين الكلمة المختلفة ونستبدلها بواحدة صحيحة violin كمانجة nurse ممرضة artist فنان وفيت يعني طبيب بتري كلهم وظائف معادة violin اللي هي التكامانجة الى موسيقية واكتب اي وظيفة مثلا انا ممكن اكتب teacher مدرس number two play يلعب او يعزف draw يرسم animal حيوان take يأخذ كلهم افعال معادة animals ممكن اكتب go يذهب number three where اينا بلاي يلعب when متى what ما او ماذا كلهم ادوات استفهام معادة play ممكن اكتب why لماذا number four cute يعني جميل او جذاب hard صعب favorite مفضل كمبيوتر كلها صفات معادة كمبيوتر وممكن اكتب مسلا اي صفة اكتب سات حزين number five draw يرسم help يساعد will حسنا او بشكل جيد take يعني يأخذ كلهم ايه كلهم افعال معادة will وممكن اكتب اي فعل اكتب play يلعب السؤال التاني سؤال choose اول حاجة فيه a work in hospitals مين اللي بيشتغل في المستشفيات engineers المهندسين teachers المدرسين nurses الممرضات farmers الفلاحين طبعا اللي بيعمل في الهوسبتال في المستشفيات nurses ممرضات number two an artist الفنان likes ايه الفنان بيحب الرسم او الرسام يعني likes drawing number three the a build things مين اللي بيبني الاشياء طبعا ال a الانجينير المهندس number four she is a she likes playing music هي بتحب تعزف على الموسيقى يبقى she is a musician موسيقار number five مين takes care of sick people المين اللي بتعتني بالمرضة طبعا النير الممرضة number six هي هيلبس animals هو بيساعد الحيوانات هي ايه هو بيشتغل ايه vit طبيب بطري a vit طبيب بطري قلقنا الصفحة صفحة 166 read the passage اقرى الفقرة and answer the questions واجب عن الأسئلة مني بيبول كثير من الناس come to talk two children بيقوا يتكلموا على الأطفال about their jobs عن وظيفهم ايمن is a musician ايمن موسيقار he likes to play the violin بيحب يعزف على الكمانجة يومنا is a nurse يومنا ممرضة she takes care of people بتعتني بالناس تامر is an artist تامر فنان artist he likes to draw pictures بيحب يرسم السواء هشام is an engineer هشام مهندس he likes to build things بيحب يبني الأشياء أول سؤال عندي صحة وغلط هنحط true or false number one ايمن is an engineer ايمن مهندس لا فورس ايمن بعد كده عندي سؤال الانسر اجب what's yomna's job ايو وظيفة يومنا قلنا انها ممرضة يبقى she is a nurse number two who likes to build things من اللي بيحب يبني الأشياء احنا قلنا هشام هو اللي بيحب يبني الأشياء يبقى نكتب الكلام ده هشام likes to build things number four سؤال الترتيب أول واحدة the musician what does do يعني ماذا يفعل الموسيقاري ما نقول إيه what does the musician do what does the musician do وحط كوتشن مركز زي ما هم عطي number two program likes she have computers do يعني she have بيحب يبرمج الكمبيوترات يبقى نقول she have likes to program computers number three likes helping همدي animals همدي بيحب يساعد الحيوانات يبقى نقول همدي likes helping animals number four looking what for you are يعني أنت بتدور على إيه ماذا تبحث ما الشيء الذي تبحث عنه يعني يبقى نقول إيه what are you looking for what are you looking for محط إيه كوتشن مرك السؤال الخامس look and write a paragraph of five sentences اكتب باراغراف على الصورة من خمس جمل أنا كتبته عشان أوفر لك وقت الفيديو قلنا إيه بانسيب كده بصوا كده ما باجي أكتب باراغراف بسيب مسافة نص كلمة كده في البداية ببدأ الكلام بتاعي بحرف كابتل بين كل جملة و جملة بحط إيه فلسطوب بحط نقطة والحرف اللي بعد النقطة ده لازم يكون كابتل لتر حرف إيه كابتل نشوف كتبنا إيه على الطبيب البتري دوت this is my uncle ده عمي he is a vet هو طبيب بتري he helps animals بيساعد الحيوانات he likes his job بيحب وظيفته he likes animals بيحب الحيوانات he is very happy هو سعيد جدا exercises listen 3 تدريبات الدرس التالت صفحة 171 أول سعيل عندي تشوز اختيارات number one why a you want to be a vet ليه انت عايز تبقى طبيب يبقى why do مادم في you باخد معها do كل دماير ما بجأسأل في المدارة بسأل بdo معادة هي وشو ايت بسأل بdoes تمام؟ أو أي اسم الشخص اسأل بdoes طب number two why does مصطفى want a musician ليه مصطفى عايز يبقى موسيقار يبقى want يجي بعدها 2 المصدر يبقى want to be number three أمنية likes playing أمنية بتحب تعزف ايه بتعزف ايه اللي بتعزف الموسيقى المباني الناس الحيوانات اللي بتعزف الموسيقى الموسيقى number four why does عمر want to be an engineer ليه عمر عايز يبقى مهندس قلنا ايه he likes building things بسبب ان هو بيحب يبني ايه يبني الاشياء أنا طبعا عندي ما يكون فيه سؤال ب why بجاوب عنده ب because او two تمام بسبب او لان يعني تمام او لكي يبقى عندي why ليه عايز يبقى مهندس انقول because بسبب لان يعني هو بيحب يبني الاشياء number five do you want to be a nurse يعني انت ليه عايز تبقى ممرضة why لماذا number two read the passage to the questions واجب عن الاسئلة اسراء is ten years old اسراء عندها عشر سنوات she is a student هي طالبة she goes to school بتذهب للمدرسة باي بس بالأوتوبيس she has a brother عندها اخ واحد he is a teacher هو مدرس her mother is a bit ممتها طبيبة بيطرية she likes helping animals بتحب تساعد الحيوانات her father is a musician بابا وموسيقار اسراء wants to be an engineer هي عايزة تبقى مهندسة لما تتبقى because she likes building things عشان هي بتحب تبني الاشياء طيب true or false صح والغلط اول حاجة عندي اسراء goes to school باي بس بتروح المدرسة بالأوتوبيس الكلام ده true صحيح number two اسراء has two brothers اسراء عندها اخين لا false عندها اخ واحد number three اسراء wants to be an engineer اسراء عايزة تبقى مهندسة صحيح true تؤال الانصر اجيب number four how old is اسراء اسراء عندها كم سنة في اول سطر عندي ان اسراء عندها عشر سنوات يبقى نقول ايه she is ten years old number two why does اسراء want to be an engineer ليه اسراء عايزة تبقى مهندسة قلنا بسبب انها بتحب تبني الاشياء يبقى because she likes building things because she likes building things قلبنا الصفحة صفحة 172 وعندي سؤال الترتيب number one won't why to be a fit do you ليه انت عايز تبقى طبيب بطري يبقى نقول هنا ايه why do you want to be a fit نحط كوت شما number two does why he an artist want to be هو ليه عايزة بفنان او رسام يبقى نقول ايه why does he want to be an artist why does he want to be an artist number three likes she because animals helping بسبب انها بتحب تساعد الحيوانات يبقى نقول because she likes helping animals because she likes helping animals number four love زي music playing هما بيحبوا عصف الموسيقى يبقى زي love playing music زي love playing music السؤال الرابع سؤال البراغراف عندي قدام هنا صور مثلا هنا في رساب هنا مبرمجة هنا طبيب بطري ممرضة نكتب خمس جمل على الصورة دي نسيب مسافة نوس كلمة كده وقلنا زير عار مني جوبس فيقى العديد من الوظائف افت الطبيب البطري هلبس بساعد الحيوانات انارس الممرضة تاكس كير اوف بيبول بتاعتني بالإيه بالناس ان ارتست الرسام لايكس دروينج بيحب الرسم بيكتشارز رسم الصور اكمبيوتر بروجرامر مبرمج الكمبيوتر لايكس بروجرامنج الكمبيوتر بيحب يبرمج الكمبيوترات نمبر 5 ضع علامات الترقيم للتالي نمبر 1 سوها ورانيا لا يريد أن يكون بيتس مش عايزين يبقى أطباء بيتاريين يبقى هنقول سوها ورانيا اسم شخص وفي الآخر وعند الابستري في محدودة يبقى حط ايه فلسطوب بيبس في الآخر نمبر 2 لماذا خالد وليد مهندسين ليه خالد ووالد عايزين يبقى مهندسين وي ويتشا مارك مكتوبة تدريبات عالدرس الرابع بيت وان هندرد سفيندي فايف صفحة مئة خمسة وسبعين أول سؤالين عندي استماع المستر بيقول الكلمة وإحنا بنسمع كويس وبيقول ايه بنحط دايرة حوالي الكلمة اللي اسمعناها طيب عندي أول كلمة مون الأمر وبعدين بارك عاديك عامة وبعدين سورقة نمبر استمع واكمل زكي بيقول لباسم هو انت لاحظ تبقى مهندس فقال بحب بن الأشياء يبقى بلدنج سينجس قال له ايه داز يور برازر وانت تبق أخوك عايز يبقى ايه يبقى وات ما أو ماذا ماذا يريد أن يكون فقال عايز يبقى ميوزيشن موسيكار ميوزيشن بعد كده هل أختك ممردة فقال ياس بتحب تعدني بالناس لدنا الصفحة صفحة 176 عندي هنحط تقريبا حولي الكلمة مختلفة ونستبدلها يعني قذر طول طويل والديزرت يعني الحلو بعد الاكل يبقى عندي كلهم صفات معادة ونكتب اي صفة مثلا نكتب ها بسعيد نمبر شيرت قميص دروه يرسم يون يتساقب وبيل يغلي كلهم افعال معادة شيرت ممكن اكتب اي فعل مثلا ران يجلي نمبر سري جير لبنت وزبون ملعقة ومان رجل وبيولد كلهم اشخاص معادة سبون ممكن اكتب سيدة وومان بعد كده نمبر فور نيرس ممردة فيت طبيب بتري ارتست يعني فنان او رسال وكلوة سحابة كلها وظائف معادة كلوة وممكن اكتب اي وظيفة مثلا اكتب مثلا دكتور لو مش مكتوبة تمام يبقى نكتب دكتور طبيب مدرس تمام الوظائف ايه متعددة ممكن اكتب طب نمبر فايد يعني الم الوان شم ورولر مصطرة وكليرك موظف ومركر يعني الم صبورة كلهم ادوات كتبية معادة كليرك وممكن اكتب بن خلا بحب السؤال الرابع في هنكمل الفاقرة دية هنكمل الفراغات اللي فيها باستخدام البوكس دوت البوكس ده مكتوب في ايه بروجرامر يعني مبرمج يحب يتدرب ميوزيشن موسيقر ولايك يحب هي ايه بيحب يساعد الحيوانات يبقى ميوزيشن موسيقر يبقى تنين بروغرامر أنا عايز بقى عشان انا بحب اعز في موسيقى عايز بقى ميوزيشن موسيقر نمبر ثلاثة ميوزيشن بعد كده قات سكول في المدرسة في المدرسة المدرس بيساعدني يساعدني كل يوم ان انا اتدرب كل يوم يبقى نمبر فور نمبر فايف سؤال الترتيب سي يبقى ديت يو سي زات تول كلير نمبر تو بروغرامر إز آي ماي كمبيوتر فازر يعني بابا مبارمد كمبيوتر يبقى قول ماي فازر إز آي كمبيوتر بروغرامر نمبر سري زا آند كلير كطول إز سن يعني هالموظف طويل ورفاية يبقى إز كطول أن سن إز زا كطول آند سن نمبر فور نودلز هي وز سبون آآ يعني هو بيأكل النودلز الشراء الصيني آآ بالمعلقة طيب يبقى نقول هي نودلز وز آآ سبون نمبر سيكس سؤال قدامنا هنا آآ ولد وبنت وهم في المطبخ بيأيه بيأكلوا تمام يبقى نقول إيه زير إز أبوي يوجد ولد زير إز أجير ويوجد بنت زي آر إز كيتشن هم في المطبخ زي آر إيت يب ياكلوا زي بوي هاز أسبون الولد معه ملعقة زي آر هنجري هم لطيف يبقى نقول مصر معمولة أول حرف كابتل هنعمل إيمان وي بصوا كده فيه متراضفات هنا يعني بيقول هو طويل ورفيع ولطيف في الإنجليز ما ينفعش أقول و يعني بحط بين مثلا الكلمتين يعني آخر واحدة هي بس اللي بقول و يعني مثلا بقول هو طويل ورفيع ولطيف يعني ما بين طويل ورفيع أحط تمام آخر واحدة بس اللي أقول قبلها يعني الأستاذ عماد طويل وحط فصل رفيع وموظف إيه لطيف تمام وفي الآخر أحط فلسطوب لما يكون عندي متراضفات بحط بينهم فصلات آخر حاجة بس لأقول إيه عشان ما ينفعش في الإنجليز أقول و لا أعمل على أحط فصلات بين المتراضفات وآخر بتي بيذهبوا للتصوق ديد أو الحرف كابتل بول ده اسم شخص ومعمولة وبتي بتي هنحط لها ايه أو الحرف كابتل وفي الآخر كويتش مارك علامة استفاد التدريب الشامل على يوني التدريب الشامل على الواحدة الاثناشر بيج 180 صفحة 180 أول سؤالين عندي استماع الأول بنسمع الكلمة كويس اللي بتتقلنها وبنحط دائرة عليها هارت يعني يقلم أو يؤذي ود خشب وفول يعني يقع أو يسقط number two listen and complete اسرا بتقول لنشوة good morning نشوة صباح الخير يا نشوة فقالت لها good morning صباح الخير what's your subject امدتك الدراسية المفضلة مفضل يعني favorite فقالت لها I like math أنا بحب الرياضيات why do you like it ليه بتحب الرياضيات فقالت because I wanted to be an A عشان أنا بعايزة أبقى مهندسة engineer so you like to build يعني أنت بتحب تبني المنازل houses فقالت عليها طبعا مدام عايزة تبني مهندسة ببتحب تبني المنازل السؤال التالت هنحط دا رحوالين الكلمة المختلفة ونستبدلها lunch غدا good جيد هابس عيد وطول طويل كلهم صفات معادة lunch ممكن active fat سمين musician musicer ونيرس ممرضة yard يعني فناء وإنجينير مهندس كلهم وظائف معادة yard active fat طبيب بتري number three practice يتضرب اسبول معلقة وسوسر طبق الفنجان وفورك شوكا كلهم ايه حاجات بنأكل ونشرب بيها معادة ايه practice يتضرب ممكن اكتب طبق dish ادوات ما ايه ده يعني طب number four school مدرسة وزوح حديقة حيوان ومركر المصبورة وبارك حديقة عامة كلهم اماكن معادة مركر ممكن اكتب hotel يعني fund number five bears يعني كيس نقود where aina what 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 when what 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 السؤال الرابع عندي اختيارات اول حاجة ماجدي a to be a computer programmer ماجدي عايز يبقى مبرمج computer مع هيو شو ايد في المضارج بحط s في الفعل يبقى ماجدي want s بعد كده ماجدي want to be a computer programmer number two زي help number three i like is a violent انا بحب بعزف على الكمانجة بعد like لقيم ما يجي طول مصدر الفعل لقيم ما يجي الفعل فعانجي هنا قدامي طبعا بعد like هيجي الفعل الفعانجي يبقى playing i like playing the violent بحب بعزف الكمانجة number four practice perfect يعني التدريب يؤدي الاتقان طبعا دي حكمة ان انت ما تتضرب على الحياة كتير بتبقى متقن الشيء دا اسمها practice makes perfect التدريب يؤدي الى الاتقان الصفحة اللي قدامها صفحة 181 عندي فقرة وعليها اسئلة hi مرحبا my name is ali اسمي علي this is مصطفى ده مصطفى and this is هناء ودي هناء مصطفى is 12 years old مصطفى عنده 12 سنة هناء is 11 وهناء عندها 11 عايز يبقى مهندس he likes playing the violin بيحب يعزف عالكمانجا but he doesn't like singing لكن ما بيحب الغناء هناء likes singing هناء بتحب الغناء but she doesn't like playing the violin لكن مش بتحب تعزف عالكمانجا she wants to be an artist عايز تبقى فنانة او رسامة she likes drawing هي بتحب الرسم اول سؤال عندي صح وغلط true or false number one مصطفى likes to be an engineer مصطفى عايز يبقى مهندس طبعا الكلام ده true صحيح number two مصطفى is 11 years old مصطفى عنده 11 سنة لا false عنده 12 سنة number three هناء doesn't like singing هناء ما بتحب الغناء لا false هي بتحب تغني بعد كده drawing number five why does مصطفى want to be an engineer هو لي عايز يبقى مهندس بسبب انه بيحب يبن الاشياء يبن بيكوز he likes building things because he likes building things number six سؤال الترتيب number one she do what's going to يعني هنقول هي رايحة تعمل اي يعني يبقى what's she going to do what's she going to do number two together let's sam practice يعني هيا نتضرب معا يا سامح يبقى let's practice together سامح let's practice together سامح بعد كده عندي number three likes he animals sick helping هو بيحب يساعد الحيوانات المريضة يبن نقول he likes helping sick animals he likes helping sick animals number four يعني ليه هالة عايزة تبقى ايه ممرضة يبقى نقول هنا هم why does hella want to be an years number seven look and write a paragraph اكتب paragraph من خمس جمل على الصورة دا قدامي هنا طبيب بيتري وقدامي مهندسة قلنا ايه there are many jobs في العديد من الوظائف افت الطبيب البتري هيلبس animals بساعد الحيوانات he likes his job بيحب وظيفته بتحب تبني الأشياء هي مهيرة جدا السؤال التامل عندنا علمات الترقيم number one دو رامي عند حسام هالرامي حسام عايزين يبمدرسين دو او الحرف رامي معمولة او الحرف حسام اسم الشخص او الحرف وفي الاخر كويتش مارك علامة استفهام طب هنا number two I have انا معايا طبق افورك وشوك اس بوم معلها and اسوسر وطبق فنجال طبعا احنا لسه قالين لما يكون فيه متراضفات بحط بينهم فواصر واخر كلمة هيا اللي بحط قبلها ايه and يبقى او الحرف كابة عندي ايه دش طبق وشوك بين الطبق والشوك احط كومة فاصلة تمام كده عصار بعد كده ازبون معلها and اسوسر وطبق فنجال وفي الاخر احط فولو ستوب عشان دي جملة خبرية وبكده نكون خلصنا حالة تدريبات كتابة بايبت الترم التاني 2022 سنة 4 وصنة 5 وصنة 7 والحمد لله رب العالمين انتظرونا في دروس المراجعة مع التمنيات لكم بالنجاح والتفوق ان شاء الله اشتركوا في القناة